حبيت انت الفيلم؟ جداً وأترزلت عنه أول مرة جاني فيها مرتين إلقت منه حبيته قوي وعرفت أن أنا حهش على تجربة حتتعبني حصدقها حصدقها وحتتعبني والسن والعجز والعجز والمرض ومقاومة وحتفكرني بحاجات في حياتي أنا مريت بيها وتعبت قوي فيها والحاجات دي أنا بصدقها وبخدها بجد ويعني أنا ما عنديش حاجة بعد التمثيل دلوقتي غير أن أنا أمثل أتقن شغلي وأحاول أحمل كل ما عندي فمالحمد للبع عندي خبرة كتيرة فبقيت أوصل للحاجات أسرع فمعنديش حاجة خالص عمنا غير أن أنا أحاول أتقن شغلي فأتقن شغلي يعني هفضل قاعد جنبه كذا شهر حتعب 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 قلت له بكذا بس أنا طبعا بشكرهم جدا قصة الفيلم لأنه قالوا لي بحاش اتعب بس هتعمل فيلم كويس وحيفضل ما بتعرفش لسه برغم الخبرة الطويلة دي أنك تعمل الحاجز بين التمثيل والإندماج الرهيب أنك تحس ده بيفكرني بتجربة المرض ده بيفكرني بتجربة الوحدة ده بيفكرني بكذا ما هو ده زادك هتاخذي منين ده زادك هتاخذي من يعني أنا النهاردة لما أفتكر أنا جاي أعمل مشهد مرض لازم أفتكر الأول حاجة المرض اللي أنا تعرضت له عايز أي حاجة في التمثيل الخبرة بتفرق ليه لأن خبرتك في الحياة بتزيد فأنت كل حاجة بتشوفها بتبقى خلاص الترجمة إنه شفت زي قبل كده بشكل أو بآخر على مصغر منها يعني قتلت قتلت حاجة قتلت الطير قتلت بتاع بتعرف سرقت سرقت وأنت صغير حاجة سرقت سرقت فكرة عملتها وبعدين رجعت عملت حاجة غلط أكيد وعملت حاجة صح أكيد وندمت أكيد وطبت أكيد ورجعت مش عارفة عملت إيه أكيد وعملت ملاوي ورجعت أنا أكيد طيب ما هي ده التمثيل